اشتركوا في القناة سيتم الكشف عنه خلال الربع الثاني لهذا العام اي قبل نهاية الشهر القادم يونيو وحسب تقرير نشر موقع شارلي انتل صرحت الشركة نحن ندركت اننا بحاجة الى بدل المزيد من الجهد للمحافظة على توسع قاعدة لاعبي كولوف ديوتي وفريق التطوير يبدو قصار جهده من اجل اصدار محتوى كبير في هذا الخريف والطموحات علي جدا داخل الفريق حول الجزء الجديد ونتوقع ان يؤدي كل من المحتوى الاطلاق وما بعد الاطلاق الى جلب تجارب متغيرة للعبة وجمهورها طبعا الى حد الان ما ندري ما المقصد من عبارة تجارب متغيرة وهل راح تكون اللعبة اوسع من جزاء السلسلة السابقة ربما تنقن لعدة مناطق مختلفة فيما يخص طول القصة بجانب طوار لعب جديدة فل اونلاين والزومبي خصوصا التسريبات تحدثت بان الجزء الجديد راح يكون اوسع واضخم من الاجزاء السابقة خلال الفترة الماضية كانت هناك العديد من التسريبات من مصادر مختلفة تحدثت عن جزء القادم للسلسلة من المتوقع ان يحمل اسم مودل وارفير فور ورح نشهد فيها عودة طول القصة بجانب طول الانلاين والزومبي بينما لن يكون هناك طول البتر رويل اذا عجبكم المقطع تنسوا اللايك واشتراك في القناة تفعيل زر التنبيهات واتمنى اتمنى اتمنى تنشرون المقطع في كل مكان وفي امان الله